أزوج مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازيخت أو جذور الأمازيخية انطلاقا من جبل نفسها كالعادة سوف نتكلم عن الفعل النض والتي تنتمي للجذر ياضياو في نفسها وزورا يستعمل الفعل في معنى الدوران يعني كل ما يدور عليه الفعل هذا هو عملية الدوران ومنه نجد كلمة تقريبا الحاجة الوحيدة التي اشتقت منها هي كلمة طنط وخارج هذا لا نجد أي تطور كبير لهذا الفعل ربما يكون قد تطور ولكن ضاع مننا مع الوقت ولكن لحسن الحظ نجد التنوعات الأمازيغية الأخرى احتفظت بهذا الفعل واحتفظت بالاشتقاقات التي قد تكون ضاعت من جبل نفسها بل كذلك التطورات متاع الفعل نفسها طيب فبدون إطالة نشوفوا أن التنوعات الأمازيغية زي ما ذكرت تقريبا كل التنوعات المازيغية يوجد فيها هذا الفعل فنجدوا على سبيل المثال النض بمعنى أدر أو استدر أو غير الاتجاه وصنض تقريبا تدور في نفس الفلك عند الهقع في غدامس النض بمعنى أدر أو لف أو الأخره صنض في غدامس كذلك تعني الإدارة النض أدارة أو أحطى وجعله يدور صنض في ورقنا نجده في تمازيغة النض بمعنى أدارة أو حول كذلك وهي بمعنى الإدارة في العمود صنض لفة وأدارة كلها تدور ما زالت على دوران في تمازيغة نجده كذلك مخصص في تشلحية نوعا ما النض بمعنى أدارة حول أو التفة حول تشابكة مثلا قمطة في تشلحية صنض بمعنى كذلك أحطى بالشيء في تقبلية خصصة بمعنى آخر فهو النض لفة أو التفة حول بالتعميم في تقبلية كذلك في تشويد عادة لأصله فهو النض يعني أدارة أو لفة طيب فيما رأيناه فيما سبق فنجد الفعل يدور حول فعل الدوران حتى لما خصص فقد يعني الدوران يعني هو عمي مخصص ولكن في العموم كل المعاني تدور حول الدوران بالله يلاحظوا معي الحركة اللي ينذير فيها توابش اللي ينسفيد منها بعدين في الكلام تاعت فكذلك استخدمت بالمعنى المعنوي وتدور حول معنى الدوران فمثلا لفة دوران في السلوك نجده مثلا من النض اللي هو من الملتوي منحرف عن الطريق المراوق في الأفكار والكلمات والطبع فاسمن النوض نجده بمعنى اللي كذلك أمن الناضي من الناضر الرجل المراوغ وغير سوي السلوك الآخره تمن الناط وتمن الناضين اللي هما كذلك النساء المراوغات إذن له المراوغة اللي هو اللف والدوران والآخره نفس المعنى الأول وهذه الأخيرة ذكرتها عفوا لما تكون ربما التنوع الأمازيغي فهي عند الهوغار اللي هما إمهار في أمازيغ الجنوب فكذلك نجد لها المعنى الحقيقي لللف فهي مثلا آضي أطوي أو لف في ورقلا إن ناض وإن ضاون بمعنى اللف عموما لف آضو اللي هو لف أو ملفوف في تمازيغ فمن هذا المعنى أنت عندما تلف وتدور فإنك ربما تعود كذلك تستخدم في تشلحيت آضو بمعنى عد أو عادة الصادو أعد طيب يعني لما نلف الشي كيف نفعل كيف نحرك أيدينا زي ما ذكرت قبل قليل تحركة اليد هذه هي الطي كذلك يعني لما تجيب حاجة قماش أو غير أو لما تلفه شا ندير تطويه كذلك فأخذت هذا المعنى ففي تريفية نجد الناض بمعنى أدارة التفة تحبل تشابكة كذلك مش قولنا نبكري المعنى المعنوي اللي هو الخلط في الكلام وإلى آخره كما عنده حقار فنجده كذلك بمعنى التشابك عند تريفية صنض حاطب الشي وفي تقبيليت أخذت هذا المعنى كذلك فالمفتول والمبروم هو ننض واسم ننض تعني تقريبا نفس المعنى في تقبيليت في تشويت النض يعني يعني تعني كذلك الجماط للعير نقوله في الليبي ما نعرفش يقولها بالعربية القيمة تظن هي نفسها بالعربية الفصحة الجماط للعير يقول له أمنون نض وإلى آخرهم في تريفيت أخذوها إلى معنى أبعد شوية فمثلا أصون نض وهو القيمات للمنسبة للطفل وكذلك لباس البحر لباس البحر في تريفيت يسمى بهذا الاسم من يبحث عن في أنتربولوجيا تلك المنطقة ربما يجد هذا اللباس قديما كان يصنع بطريقة اللف أو شيء من هذا القبيل غير الطريقة التي نعرفها اليوم على يتيحال فهو في تريفيت لباس البحر طبعا هناك استخراج معنوي للكلمة فهو في تشلحيت زي ما قلنا قبل شوية نجده مخصص بمعنى أدارة التفة تحبلة تشابكة أحاط بالشيء كذلك نشوفه هنا في تمازيق مون نض اللي هو المعقل المعرقل بل كذلك تعني المشوش وصمون نض العقدة التشويش العرقل شوفوها و نفس الجذر هذا سيعطينا معنى آخر وهو معاكس لمعنى العرقلة وحنشوفوه مع بعضنا ولكن كلها لها منطقة في التفكير وبما أننا في فعل الإدارة أو زي ما قلنا في تنفسيت وأقصد زوارات تحديدا يقولون مثلا طنط بمعنى الدائرة نجد في تمازيق مرة أخرى الخلخال اللي تلبس الأمراء هل هو الخلخال يلبس في اليد ولا في الرجل تسمحوني راني نقصة شوية عندي مدة ما رجعتش اللغة متاعي فالخلخال في تمازيق هي إن وإن نقصد بل نجد له معنى متشابه كذلك في التشويذ مش معنى متشابه في الحولية ولكن متشابه بتحديث forget more ولكن Diolstart اللي هي التكوير الدائر على ب وهذا يذكرنا باش وطاق الناط وطاق الناط اللي هي المستدير والمدور والآخره هذا يذكرنا في الكلمة العامية اللي بي نقوله قل نوت اللي هو يقال له في الأمازيغية أقل نوت وهي زي ما ذكرنا في العامية اللي بي تعني هذا المعنى وهو زي ما نقول من معاني اللف اللي هي الطي فنجدها مثلا لما تطوي الشيء يعني ديما نستخدم في يدي هكي باش غير نشرح لمفهوم الطي هذا فمثلا طيضيت وطيضيتن تعني الطي في الهجر وتعني اوضود تعني كذلك الطي الثياب خصوصا في غدامس وتضوت وتضوتين تعني الطي واللف في تمازيغ وفي تشريحة النوضو اللي هو المطوي وصنوضو اطوي وإلى آخره طيب من نفس الفعل وهدنا من هذا التطور من هذا الفعل من هذا التطور من هذا الفعل نجد الحداد الحلاد بالطريقة التقليدية يسمى أمزيل في تنوعاتها مزغية كثيرة ولكن عند الهجر يسمى اسمه معي مش قلنا أمزيل اللي هو جاي من أوزل وإلى آخره وهذا درس بروحه ولكن الحرافي الحديد نفسه الحداد يسمى مثلا عند الهجر خليني قبل ما نقول ما يسمى الحداد شين يدير في الطريقة التقليدية هو يطوع الحديد يأخذ الحديد ويضرب فيه بعدين يلفه ويضربه من جديد يلفه ويحطه على النار ويضربه من جديد وهكذا عملية طي يلف بطريقة متكررة جدا فهو يسمى أنض وإنيضا الحرفي حرفي المعادن عموما ثم توسع هذا المعنى ليشمل كل الحرفيين حتى متعين الخشب أي حرفي ولهذا في تشلحيت نجده أنض وأناض اللي هو الحرفي عموما والحداد كذلك ربما يطلق له على هذا الاسم أحيانا ونجد نفس الفعل عند إزناغن فهي أنموض وأنمودن بمعنى الصانع والحداد في إزناغن طبعا شكرا لعبدالله أمنون وبدالكوكو هما اللي نبهوني لهذه الصلة بين الفعلين وأمدوني بكلمات من كتاب ابن تونرت القديم جدا الذي أعطى لهذه الكلمة معنى الصانع والحرفي عموما طيب وهذا الفعل أخذ معاني أخرى منها الشد منها المد مدها الجر وكما ذكرنا قبل شوية في عملية التحديد والحدادة وإلى آخره شن يصير وهذا فيه تمازيح والسحب والجروة إلى آخره كذلك فيه تقبيليت فهو أهننض وصهننض وإلى آخره ومن المعاني الأخرى الحداثية والحديثة اللي اشتقت من هذه الكلمة اللي هي كلمة تسداويت اللي هي الجامعة وشكر كذلك هنا لصديقي بيدالكوكو الذي نبهني لهذا الفعل إذا شوفوا التطور متاع الفعل هذا ولو بقي في تنوع واحد من التنوعات الأمازيغية نجد له عدة اشتقاقات وعدة تغيرات في التنوعات الأخرى وما ضع شي مع وجود كل هذه التنوعات الأمازيغية من اللغة الأمازيغية صدقونه كل إنسان متخصص في اللغة الأمازيغية يستطيع أن يحيط بكل هذه التنوعات ويفهمها هو ما نقوم به حاليا في التدريس في المدارس الليبية أن نحن نقوم بمعرفة كل هذه التنوعات والاستفادة من الاشتقاقات ومن التراكم التاريخي لهذه الكلمات وإعطاءها وإعادة إبرازها للطلاب في صورة حديثة ولكن لا نختار شي من عندنا وإنما هو كلام موجود عند باقي التنوعات الأمازيغية تنمير تنون وإلى اللقاء في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر